أنا بس عايز أوضح للناس اللي بتتفرج علينا هنا لما بنقول إن أنت عايز تنقل المية ديت أكتر من 100 كيلو شوف العمل الهندسي والمنشآت والمواد اللي دخلها في نقل المية ديت عشان توصل إلى الأماكن اللي حيتم زرعتها اللي أنا بقول عليها شبكة نقل المية أو شبكة الري إن شئتوا من أنتم تسموها كده بصوا حضراتكم عشان يعمل الكلام دوت بيتعامل ما يقرؤ زي دفق بشكل أو بآخر ترعة تانية بتتحط فيها المواسير بالشكل اللي انتم شايفين دي وبعدين تتأمن كويس قوي وبعدين تتردم وبعد كده المية توصل انتم عرفتوا ليه الإرهاب في سيناء عرفتوا ليه عشان ليه ما يتعملش عشان تفضل كده الحرب حربين حرب ضد الإرهاب وحرب البناء أنا جبت الصورة دي لأن دول ثمان مواسير ثمان مواسير ثمان مواسير بعد كده بيقوا ثلاثة واثنين حسب من حركة الأرض كل ده تكلفة بالمليارات عشان في الآخر نقدر نقول إن سيناء بقت فيها تنمية حقيقية طب أنا بقول لكم الكلام دوت القوات المسلحة مسؤولة عن تأمين الأعمال دي لأن الإرهابين مش عايزين مش كده أهب تمام يا فنم وتبقى لتوجهات سيادتك تم تحرك كبير جداً على على مصطف القوات المسلحة أنا عارف أنا بقولي الكلام ده للناس بقولي الكلام ده للناس عشان ده يتعمل طب إحنا بنعمل المحطة بتاعة المحطة الجديدة بتاعة الحمام إحنا بنحط في قوات تأمينها لا ما فيش أيضاً ليه لأن ما فيش خطر لكن في سيناء كل خطوة بنعملها محتاجة تأمين لأنه هو إصراع ما بين الإرهابيين والأشرار وما بين التنمية في سيناء ففي قوات بتأمن حركة العمل ده لغاية لما تخلص ويمكن حتى يبقى محتاجين بعد كده أنت قلت 36 شهر هو أنت هتعمل محطة الحمام في قد إيه أنا عارف 26 أهاب بس أنت عشان مش عايزة حريجة كده يعني لكن محطة الحمام إحنا تفاني إمتى إن شاء الله فنم في شهر 6 22 طيب أنا بقول للمصريين أكبر من دي اللي بتعمل في الدلتة الجديدة أكبر من المشروع ده ده إحنا بنستهدف سبعة من البليون متر وبرضو حننقلهم برضو بالطريقة ديت وبترع مكشوفة كمان عشان نزرع المستهدف المليون والأتنين مليون فدان اللي في الدلتة فإحنا لازم نشكر ربنا قوي والله نشكر ربنا قوي إنه عنا وبيسعدنا إن إحنا نعمل كده ترجمة نانسي قنقر